اهلا بيكو في الفيديو ده هنتعرف على انواع الالوان الزيتية المختلفة وازاي تختروها من المكتبة وازاي تشتروها بصراحة كنت مصورة الفيديو ده كامل في ادوات الالوان الزيتية كلها لكن لقيت الفيديو طويل جدا فاضطريت اني اقسم لكم كل اداة لوحدها وفي الفيديو ده هنعرف اهم اداة وهي الالوان نفسها خلونا قبل ما نبدأ نعرف ان الالوان مستويات واسعار وانواع مختلفة فتعالوا مع بعض نشوف المستويات المختلفة للالوان تعالوا نشوف كل مستوى وهنتكلم على الفروق ما بينهم اول مستوى وهو مستوى الستيودنت او الطالب وده المستوى اللي اقدر انا استخدمه لو لسه بتعلم او انا في الكلية بتعلم في نون رسم محتاج ان انا استخدم الوان بجودة متوسطة وتساعدني في الشغل ما تكونش طبعا نوعية سيئة ويكون سعرها متوسط او رخيص اول حاجة بنقابلها في المكتبات لما بندخل هنلاقي اللي بيبقى شكلها عامل زي كده دي في منها مركات مختلفة بتبقى الكواليتي بتاعتها متوسطة مش رديقة خالص حلوة تقدروا تشتغلوا بيها لو هتلاحظوا ان هي مش مركة محددة قوي يعني انا مش ملاحظة اسم للمركة صناعة في الصين زي ما انتو شايفين كده الالوان بتاعتها شكلها كويس وبتبقى مقفولة الانبوبة دي انا ما استخدمتهاش فمقفولة بالشكل ده فدي حاجة كويسة ان هي تحافظ على الالوان هنلاقي برضو في مركة مشهورة جدا في مصر ومش عارفة اكيد مشهورة في بعض الدول العربية اسمها مارس او مارس المركة دي هي الموجودة ومكتسحة يعني في كل المكتبات ناس كتير جدا بتسألني عليها مركة كويسة انا استخدمتها قبل كده بس خلاص بقى العلبة بازت ورمتها كنت بستخدمها ايام الكلية وكانت بتطلع نتائج جميلة جدا ارشح المستوى ده من الالوان دي مين ارشحه لأي حد لسه بيبدأ اي حد لسه بيتعلم في الكليات ماشي تمام مفيش مشكلة وحتى لو انت ما عندكش المقدرة ان انت تشتري اعلى من كده هي بتبقى في حدود مثلا نقول بتبدأ الاسعار من 80 جنيه للعلبة اللي فيها كل الالوان او يعني ممكن 12 لهم مثلا لحد يعني الى مالة نهاية بقى معرفش حسب انت مكانك فين وبتشتريها منين فهي اسعارها متوسطة مناسبة للفنانين المبتدئين تعالوا نشوف المستوى اللي بعد كده المستوى اللي احنا سبنا ده مستوى اللي هو الماركات الصيني الارخص حاجة هنروح لمستوى اللي هو بقى متوسط شوية والمستوى ده بيكون معروف ومصنوع فين مش مجرب بس كده مصنوع في الصين وانت مش عارف له ماركة لا بيبقاله ماركة وماركات حلوة ومحترمة الماركات دي بتنزل بقى الليفل ده والليفل الاعلى منه هلاي عندنا واحدة من افضل الماركات وهي ماركة تالنز او اسمها الرويال تالنز من افضل الشركات حقيقي اللي بتقدم جودة حلوة بسعر متوسط هنلاقي ان عندهم تشكيلة كبيرة جدا بالزاد في الالوان الزيتية عندهم حوالي مثلا ستة لينز كل لين فيهم متخصص في حاجة هنلاقي الالوان الزيتية الارت كرياشن اللي معانا دي دي اللي متوفرة يعني في الدول العربية او على الاقل في مصر متوفرة حواليا وبعرف اشتريها لكن عندهم طبعا عندهم لين بتاع فانجوخ برضو من الماركات العالية اللي الناس بتحب تستخدمها في برضو ريمبرانت وفي عندهم اختراع جميل قوي اللي هي الالوان الزيتية اللي بتتخفف بالمية لكن ما عرفش زا كانت وصلت عندنا بقى الدول العربية او لا ماoli هناشじゃوا بيها سنتكلم عن تخفيف الالوان الزيتية في اخر الفيديو بعد مايض بقى الدول العربية للوان الزيتية ويبقى احنا كدا عندنا ده اللي هو بتاع بيجينر او المبتدئين والجودة اللي هي الكويس이에요 بالم laminated تعالوا ننتقل لألوان أعلى شوية هنلاقي عندنا هنا ماركة بيبيو بيبيو ماركة مشهورة جدا وهي أعتقد صناعتها فرنسية عندهم يعني أنواع ألوان كتيرة جدا أنا بحس أنهم متخصصين أكتر في ألوان الأكراليك عندهم منها يعني تشكيلة رهيبة الألوان الزيت لقيت عندهم يعني أنواع بسيطة مش كتير مثلا من شكل الباكتج متغير أو كده لكن اللي معايا دي أعتقد مش عارفة فيه أعلى من اللي معايا دي ولا ده الليفل بتاع الوسط يعني فاهمين مش البروفيشنال قوي أو المبتدئين قوي ينفع كده وكده بس معرفش بقى في حاجة يعني هاي الليفل قوي مش عارفة لو أنتوا عارفين قولولي لكن الكواليتي بتاعدي جميلة جدا في الشغل رائعة المشكلة بس أن بيبيو أسعارها في مصر غالية شويتين ثلاثة يعني سعرها فضيع هنا معرفش ليه بقى يمكن بسبب الجمالك أو كده لكن هي كواليتي ممتازة بيجي معاها فرشة وأنا حقيقة بحب باركت بيبيو جدا طبعا هنلاقي المستوى البروفيشنال ده هنلاقيه في رويل تالنز وهنلاقيه في كذا مارك طيب تعالوا نشوف ماركة من الماركات العالية اللي بيكون فيها المستوى ده متميز وحتى المستوى المبتدئين عندهم متميز برضو لأن هي ماركة إنجليزي كده وشيك كده وراقية فالماركة دي يعني منتجاتها تحفة وطبعا على ما بتوصل لنا هنا الدول العربية بتبقى أسعارها عيد جدا بالذات في مصري يعني فلو قدرت تخلي حد يجيبها لك من بره يبقى حلو جدا الماركة دي اسمها وينسر آن نيوتن فهي ماركة حلوة قوي وراقية هنلاقي زي ما انتو شايفين كده عندهم أكتر برضو من مستوى وعندهم الألوان اللي هي الزيت اللي بتتخلط بالمية وهنتكلم عن الموضوع ده في الفيديو اللي هنتكلم فيه على وسيط الألوان الزيتية عندهم موقع محترم جدا وعليه كل البرودكتز بتاعتهم طب إيه الفرق ما بين الناس اللي بنقول الحالين بروفيشنال والمبتدئين البجينرز هقولك البروفيشنال الألوان بيبقى البجمنت بتاعتها قوية جدا ده رقم واحد رقم اتنين الألوان بتكون عندها قدرة على مقاومة الدوء والحرارة بحيث ان هي لو اتعلقت في معرض اتعلقت في متحف اتعرضت للتصوير والفلاشات بتاعت التصوير الألوان ما تبهتش عارفين لما بنحط لوحة عندنا أوصورة واللوحة دي يكون موجودة في مكان بيدخله شمس ونلاقي ان الألوان بها تت وبقى شكلها كده مش حلو كده زي ما بنقول كده بالمصري اجربت بقت لونها جربون ده معناه ان قدرة الألوان دي على التكيف مع الدوء مش كويسة قدرتها منخفضة فكلما كانت الألوان في لفل عالي سعرها اعلى البيجمانت بتاعتها اعلى قدرتها على مقاومة الدوء اعلى فالالوان دي عندها قدرة على البقاء عاشت بقى خمسين سنة عاشت مئة سنة انت بقيت فنان ولك اسم كبير جدا وبعد مئة سنة جوم يدوروا على لوحة هيلاقوها زي ما هي طيب ليه انا كمبتدق مشتريش الألوان دي ليه يعني ما انا عايز برضو اسمي بقى هيعلن شاء الله وهكبر وهبقى فنان مشهور ببساطة لان انت اصلا لما تبدأ ترسم لوحات كده انت مش هتعجبك اللوحات ومش هتبقى واو هتقعد تعيد وتزيد عليها فليه استهلك وانا لسه بجرب يعني اجرب في الحاجات البسيطة دي وهي مش هتبوز يعني مش هتبوز ما بين يوم وليلة مش هياخدوها مني يعلقوها في المتحف طيب امتى اجيب الالوان البروفيشنال لو انا خلاص لو انا فنان بروفيشنال لو انا اصلا يعني تمكنت قوي من ادواتي انا عايز اشارك في معارض او انا هشارك مثلا في معارض وعايز اللوحة بتاعتي تكون الوانها زهية تحتمل يعني وقت كبير بدأت يكون ليه اسم وبدأت ابيع لوحاتي فممكن جدا اجيب الالوان اللي بتكون مستواها بروفيشنال علشان دايما بقول ان اللي بيصنع الفنان مش الادوات ممكن فنان يبقى معاه قلم رصص او قلم جاف ويبقى فنان محترف ويبقى متخصص في حاجة معينة شوطر فيها حاولت كده اجمع لكم اللي انا اعرفه عن الوان الزيت الالوان اللي انا جربتها او الالوان الموجودة واقدر اشتريها في المحيط بتاعي طبعا فيه انواع كتير جدا جدا وانواع مشهورة تقدروا تلاقوها على المواقع او حواليكو في المكتبات جربوا يا جماعة ما تخافوش يعني في النهاية زي ما قلت ان مش الاداة هي اللي هتصنع اللوحة انت اللي هتصنعها بشطرتك وبمهارتك انت انا كده خلصت كل حاجة عن الالوان الزيت تقريبا هجرب امتى معاكو الالوان الزيت لما الفيديو ده يوصل الف لايك وهعمل تحدي ما بين ارخص الوان واغلى الوان يبقى كلمة السر بتاعة الفيديو تحدي ارخص الوان واغلى الوان الفيديو ده يوصل الف لايك هعمل فيديو التحدي ما بين الالوان اللي عندي علشان اعرفكم ازاي نستخدم الالوان الزيت والفرقات ما بين الالوان الفعلية عمليا بقى يعني بعيدا عن الكلام النظري انا كده خلصت الفيديو بتاعي اه اللي عايز بقى خلاص يقفل تمام احنا بقى هنعد هرغي معاكو شوية كده اعرفكو سبب غيابي الفترة اللي فاتت الموجودين في الفيديو الناس اللي عايزين يسمعوا اخباري او عايزين يعرفوا الفترة اللي فاتت السبع شهور اللي فاتوا انا كنت غايبة لي انا كنت غايبة علشان بصور كورس الرسم بالالوان الاكريلك للمبتدئين كورس ده كورس شامل للالوان الاكريلك كورس هيعجبكو جدا كورس كبير محترم جدا هيكون على واحدة من اشهر المنصات الموجودة في الوطن العربي والخليج اه معرفش لسه هينزل امتى مش معايا حتى اللينك بتاع الكورس اول ما يوصلني اللينك بتاع الكورس هقولكو عليه وهنزل لكم الاعلان بتاعه الكورس بجد يا جماعة حطيت فيه خلاصة تجربتي مع الالوان الاكريلك لو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي فبشكركم جدا انا بحبوكو جدا وانتوا حشتوني جدا ان شاء الله هنكمل سلسلة الرسم بالالوان الزيتية الادوات هتبقى في المحضرات الجاية وان شاء الله مش هتأخر عليكم خالص لان هي اصلا متصورة علشان ما تفصلوش مني ويبقى انتوا كده عرفتوا كل ادوات الالوان ازايتية ودلوقتي اقول لكم سلام اشتركوا في القناة